ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية اجتماعا لمتابعة خطط وبرامج أمانة عمان الكبرى في قطاعات الاستثمار والنقل العام والخدمات الإلكترونية وبيئة الأعمال وأكد جلالته خلال الاجتماع أهمية أن ترتقي البرامج والخطط التنموية لأمانة عمان بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وصولا إلى مستقبل أفضل ومستدام للمدينة ولفت جلالته إلى ضرورة النهض بواقع قطاع النقل العام لما له من انعكاسات إيجابية على تحفيز النمو الاقتصادي